أكدت جامعة توكيو للطب في اليابان تسجيل أول حالة إصابة في البلاد بنوع جديد من متغير دلتا الشديد العدوى يحمل في تكوينه طفرة مشابهة لمتغير ألفا قالت الجامعة أنه تم اكتشاف النوع الجديد لدى مريض ليس لديه سجل للسفر إلى الخارج وأصيب بالفيروس من خلال الاتصال المجتمعي يذكر أنه تم الإبلاغ عن ثماني حالات لهذا النوع الفرعي من دلتا خارج اليابان لكن مستوى العدوى به لا يزال غير معروف